صحيح لو جمالي الزمانية بتفاعلاني للوقتي تلاقي بتقولك لازم فريرة يقعد ليش يعتزل يعني يقعد ان شاء الله يعني بعد عمر طويل لحد ما يعني يعني ان شاء الله بعد عمر طويل بس فريرة يكمل مش هتقولك ما يمشيش فريرة يكمل بص وفقا للمعطيات اللي حصلت الفترة اللي فاتت زي ما أستاذ جلال تفضل وتكلم فريرة حط يده في كل حاجة تخص صفقات الزمانية استعدادات الفريق الموسم الجديد كاسلوسيل في شهر تسعة دي معطيات ان الراجل مكمل حتى الان مع الزمالك الزمالك بدأ يفتح مع فريرة ملف التمديد ان هو يكمل هو عقده مستمر للسيزون الجاي يعني عقده مستمر لما جي وقع كان موسم ونصف عقده مستمر الزمالك عايز يمدد عقد فريرة تمان يعني مش بس الموسم الجاي مش بس اه مش الموسم الجاي لا يبقى يا موسمين يا ثلاث مواسم هم عندهم مشروع مع فريرة كانوا عايزين المشروع دا يكمل في 2014 ما اكتملش فبيحاولوا ان هو يكتمل دلوقتي التارجت اللي الزمالك بيتارجتها كريم مش دوري مش بطولة محلية الزمالك بيتارجت مرة تانية انه يتفوز بدوري ابطال افريكي او بقى لو البطولة مش هتتلاعب السنة الجاي يعني خلاص هتتلاعب لكن لو في السبرة الافريكية والبطولة الاتحاد القر يعني ينوي الاعتماد عليها كما دوري السبرة الافريكية اه الزمالك برضو بيتارجت ان هي دي البطولات اللي هو يشتغل عليها عشان كده الزمالك بيتكلم مع فريرة ان لا تبقى موجود معايا سيزون تبقى موجود اتنين تلاتة عندنا بطولات تانية عايزين نحققها الزمالك مش بيتارجت الدورة الدورة خلاص انا حققته السنة اللي فاتت وحققته السنة دي لأ أنا عايزة أفوز بدورة أبطال أفريقيا فده اللي بيتكلمه معاه فيما يخص فريرة تمديد أنا بقول لك هو خبر إذا ما لك بعد الدورة على طول عنده أعدى مع فريرة لتمديد العقود لتمديد العقود مرة أخرى